إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهما لنقتر ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي مصطفى وإلى هداية العالم أرسله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله ذلك ساءل نبي والأرحم إن الله كان عليكم ربيلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عبينا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدية لمحمد صلى الله عليه وسلم وشرى النور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاءة وكل ضلاءة في النار ثم أما بعد إخوة الإسلام من أسرع الأيام تنقضي وكأننا للأمس نغدع رمضان وها هنا نحن نستقبله سبحان الله صدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فالحمد لله الحمد لله الذي بلغنا رمضان الحمد لله الحمد لله الذي بلغنا شهر الخير والبركات ومضاعفة الحسنات شهر أقبل بنوره وعطره جاء بخيره جاء شهر مباعا لرب النفوس ليهذب الأرواح يعلمها الجلب والصبر على الطاع شهر جعل الله فيه جلائل الأعمال وفضائلها أفضل عبادات خصها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان بل وجعل رقنا من أركان الإسلام فيها شهر خصه الله بما الله به عليم أعطيه الله سبحانه وتعالى أعطيه الله سبحانه وتعالى ويثير موسيقى رفوجنا الله سبحانه وتعالى هون يون كو متفكير وكيف يستمس algun Cause اعطيه الله السبحانه وتعالى وfriend الله سبحانه وتعالى وظaciones الله السبحانه وتعالى اية الثهر ومل bastante ويكذر الله عنه هان من فضاء اللازل لا نستع recibir الناس اي سبحانه وتعالى يا все هن تجمون وإنصبه يقول كذلك الآن والاوزمائي كذلك بأن يبقى نطبق الناس فيلادها إنه لا ينقق الأولى حتى الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الجزيرة لأول مخرجة والاقتصبح هاتف ونزل والقسوم أخرى. هذا نظر للحضر كما سيقول وفذهر صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعود وهذا كان龙ام لا فرصأنه لس 31 يوم ان أعطيت راضي ترجمة نانية و mereست قالوا د osskal Babe سبحت أسفعد الله كيف کرنا؟ كيفشوت الله سبحت للترجمة The month came, the month Ramadan to teach us, to train us how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. To teach us patience, to teach us to beautify our souls, to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah have chose, when you think about this month, Allah have chose many beautiful ibadah. One of the greatest ibadah Allah chose it to be done in this month. Allah fulfilled one of the prayers of Islam in the month Ramadan. So Allah chose the month above all the months throughout the year. شهر أنزل الله فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر صفد الله بالشياطين، شهر تفتح فيه أباب الجناة، شهر تغلق به أباب الميران، شهر فيه ليلة خير من عليك فشار من حر بها فقد حلم الخير كل كما قال صلى الله عليه وسلم. من قام عمائمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ال PL. كل هدا في شهر رمضان، في كل ليلة عتقائم النار في شهر رمضان. تستغفر الملائكة الصائمين في شهر رمضان. ولخلوف فمصائم من خصاص هذا أم عطير عند الله من رائحة المسك ومن صامه إيمانا واحتسابا ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالله أكبر الله أكبر ما أعظم هذه مننا الله أكبر ما أكرم الله الله أكبر ما أرحم الله الله أكبر يا لها من منحة يا لها من مننا يا لها من هدية ربانية عظيمة أن نشهد شهر رمضان أن نشهد هذا الخير كله فعلينا بل حري بنا أن نستغل تلك الأوقات الفاضلة وهذه الأيام العظيمة وهذه النفحات الهية نستغل كل ساعة وكل دقيقة وكل لحظة من هذا الشهر الكريم. الله have chose the month of Ramadan أقوتي في الله. Chose with many things. Think about the month of Ramadan. الله have revealed the best book upon the best prophet شهر رمضان which is الله. سيدنا القرآن. He have revealed the Quran in it. In the month of Ramadan الله. Chame the Shayateen. In the month of Ramadan. أقوتي في الله. There's a night better than a thousand months as we all know. But the month of Ramadan if you create the Layla. The Layla al-Qadr. If you make piyam in one night Allah will forgive your previous sins. In the month of Ramadan the malaiqah will make dua for you as long as you are fasting. In the month of Ramadan. أقوتي في الله. We will fast Ramadan or make piyam in the month of Ramadan. Believing in Allah and seeking his and hoping for his reward. Allah will forgive his previous sins. think about all this. أقوتي في الله. Even the bad order comes out of the fasting person's mouth. More beloved. More pure to Allah than the smell of a mask. This is the month of Ramadan. This month Allah subhanahu wa ta'ala gave us the opportunity to be alive. To witness such a beautiful opportunity. So really we should take advantage of every day and every hour and every breath taken in this month to be worshiper to Allah subhanahu wa ta'ala. To utilize it in the best way to make us closer to Allah as a sign of appreciation. As sign of gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has chosen the month with everything in it. From the second Allah says Allah. The muaddin says Allah Akbar. The maghrib. The day of Ramadan. Everything changed. The feeling. The spirit. Everything is totally different than every second of our life. You feel the faces. The attitude. Everyone calm. Subhanallah. Even you look at the heaven. the sky you see different. This is the month of Ramadan. أخوتي في الله. فأخوتي في الله دعونا نستغل هذه اللحظات. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الحميد فالله غني عننا والله غني عن عبادتنا. لكنه سبحانه وتعالى شر علىنا العبادة أو شر علىنا عبادة لصالحنا. ومن أعظم العبادات للصيام والذي شرع تقويبا للأخلاق وتهذيبا للنفوس وتعويبا على ترك المعاسي والشهوات ومجانبة المنهية. شرعه الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا شرعه كوسيلة لنصل إلى غاية عظيمة ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فعلة الصيام وأجل غايته هي تقوى الله سبحانه وتعالى. كما ذكر الله سبحانه وتعالى ومبين أن كل أعمال الإنسان وكل ما تقوم به تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لم ينال الله منها شيء إلا التقوى. قال الله سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم فلن يصل إلى الله شيء لا المأمال ولا الدماء ولا اللحوم ولا الصدقات لكن يصل إلى الله سبحانه وتعالى التقوى فالصوم الحقيقي أخوة الإسلام هو الإمساك ليس الإمساك عن الأكل والطعام والشرار ولكن إمساك عن أشياء أخرى سنتكرها. أخوتي في الله الله منãy triple durante القرآن República рекرة إسلام هي أني أنه الأنvär Lie at him. ييتم فياراتي يليس الناس أمان أنتم فيارات، أنكم فيديًا comprendوا الله سبحانه وتعالى. وإذن الله سبحانه وتعالى Алексي. وسبيل 뉴스 الناح체가 שלرياتا والعما準 وصلنا الله لا يحتاجكم على الناحة، ومعوث الله لا يحتاجنا في المنزل العبادة للإبادة. وfather وصولنا البعاية، لأنه يغلقنا في المعارفة لفعلات اللعظة وصولنا وكافية استعمال الله في البداية. نحن وحدت لكل الأحيان فكرة ألائ emotها لديهم عيล خلصهمنا لديهم حسنون ثلاثون و谢谢 합니다 eliminate نكسه امه بذ país لم تدن باهم ص hac اللهعبر نحن طويل僕 ل喂 sort of we come to reach the level of Exact One which is Piety and Righteousness This is the purpose as Allah Haushالل bagbill مَنشَد تعالى oh man oh how you believe He says that Allah has decreed Siyahan upon you as was decreed upon the nations before you you may you may reach the piety you may become righteous you may become fearful from Allah سبحانه وتعالى so the purpose of Siyem the purpose of every Ibadah as Allah has mentioned in the Quran انتناع العباداء ، وليس الامتناع على الطعام ولا الشراب ولا الصمتاع إنه إمساك عن اللغو والرفث والصخب والجدال بغير حق والكذب والبهتان والغيبة والنميمة والغير هيقوة في الله ونحرم الله كالإيمان الكالبة وإمساك عن السباب والشتاء يوميا لفكر وإمساك عن السياسي زراعية سياسي كالبه لشتاء عليها الغبائي لنعجب عليها بإذنه فلا يسمع ما حرم الله والصائم حقيقة من يحفر دسانه فلا يقول ما حرم الله ولا ما يرضي بالله سبحانه وتعالى والصائم حقيقة من اتقى ربه خشية خشية أخوتي في الله بالحرام فمنع إليه من كسب الحرام والغش والسرقة والصائم حقيقة من خشية ربه ومن اتقى ربه خشية فلم يمشي برجعيه لا ما حرم الله والصائم حقيقة من اتقى ربه خشية من اتنقى ربه فلم أخي الله فطهر قلبه من الغل والحسد والبغضاء هذا هو الحصار حقيقة أخوة الإسلام كما قال جابر رضي الله عنه وأرضاه قال إذا صمت فليسم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم وإذاء الناس أو الجار وليكن عليك سقينة ووخار قال ولا تجعل واسمعك ولا تجعل يوم صمك ويوم فطرك سواء ولا تجعل يعني الإنسان بأخلاقه وأدبه ومعاملاته ومدما يكون صحم يجب أن يكون مختلفا عن ما هو عليه وهو مفتر so the truly fasted person look at this the scholars have listed this the truly fasted person the one who the one who mother his gaze he does not look at something haram the one who does not listen the truly fasted the one who fear Allah does not listen to haram in music that Biden's mind instigating does not listen to that stuff the truly fasted the one who hold and guard his tongue does not say anything or utter anything haram the truly fasted person the one who does not work at haram he stops his hand from earning or cheating from haram or stealing or things like this something to do with theft and the one the really fasted person the true fasted person the one who does not walk to haram places even if he does not commit to haram does not involve himself in there and the truly fasted person as the scholars have mentioned the one who profile his heart against animosity and hatred and aggrudges this is the true fasted person as Jagat radiallahu anhu one of the greatest sahaba he said when you fast let your sight fast and your hearing fast and your tongue fast I mean against all the haram he said do not harm no one do not stop I mean stop harming anyone and he said leave everything haram let's live in tranquility and peacefulness and he said a beautiful statement he said in the day when you are fasting don't look don't make the fasting day the same or similar to the day when you are not fasting people by your akhlaq your morals your attitude your behavior will be totally different when you are fasting don't make the day fasted equal or the same to the other days شهر أخوتي في الله أيام معدودات ساعاته محدودة إياكم والتفريط به والتأجيل في هذا الشهر العظيم إياكم من الغفلة والإعراب عن تلك الرحمات الربانية تلك النفحات الإلهية التي من الله بها علينا هدية منه سبحانه يقول سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيش تنضنك فكم هو مؤلم أن تجد كثير من الناس من يقضون أوقات وخاصة الشباب أوقات رمضان فاضلة تلك الساعات والدقاق النفيسة تقضى في الألعاب واللهو وغيره أخوتي في الله مسلسلات وأفلام فيا لها من ندامة فيا لها من ندامة عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين It's the time for about all the limited days أخوتي في الله Only few days الله the one who had made the same he said أيام المعدودات he said only number of days limited time for the month of Ramadan do not delay do not waste the opportunity do not waste the chance this is a gift from Allah سبحانه وتعالى accept your gift this is a great opportunity from Allah سبحانه وتعالى do not delay the tawbah do not delay the good deeds do not delay the righteous deeds أخوتي في الله do as much as you can رسول صلى الله الله سبحانه وتعالى I have said that the Quran said who ever neglect my dhikr who ever turned away from my dhikr from my rememberness he said فَإِنَّ لَهُ he will get difficult and hardship life so the closer you are to Allah سبحانه وتعالى the more you apply the deen of Allah in your life the better your life in the dunya and the hereafter even when you go through hardship you will enjoy it you are patient your heart satisfied because you have submitted yourself to Allah and you do want to waste this time and it's really hurtful and painful when you see a lot of people waste the beautiful nights for Ramadan waste the beautiful time for Ramadan by playing games by losing this beautiful opportunity from Allah with utilizing it in the wrong way and really the real regret when you stand before Allah سبحانه وتعالى there then he will tell you how did you apply the deen of your life did you apply the deen of your life have you answered the call of the prophets and messengers by implementing what they have taught you أخولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وليس آب المسلمين فاستغفروه إنه هو الرفور الرحيم أستغفر الله 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 كما تعلمنا أخوة الإسلام الحديث المشهور بقول الله سبحانه وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزئ به فتزدوا يا عباد الله تزودوا فكم من مناس صاموا معنا رمضان تلو الرمضان وهم الآن تحت الثراء رهداء أعمالهم يقول الإنسان عندها يا ليتني قدمت لحياتي فأحمد الله أن ملغنا رمضان أحمد الله سبحانه وتعالى أن أبغانا على حياة لنتدار ما فات مأقبة الإسلام فاستعدوا فاستعدوا بل وبدأوا بالتوبة النصوحة بالتوبة النصوحة والنية الخالصة لله سبحانه وتعالى على استغلال هذه الساعات النفيسة وهذه الأوقات التمينة بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال صادحة So increase increase الله سبحانه وتعالى at your to what you have sent forth do as much as you can think about how many family members how many friends who used to fast with us they used to be in this masjid and they are dead now they are six feet under waiting for someone to make dua all what they have what they have sent forth there is no more chance no more opportunity they have said as Allah mentioned in the Quran some people say I wish if I have sent forth for my life the real life which is the hereafter think about this so the month of Ramadan this is an opportunity to make up what we have missed to make up what we have missed in the past this gift special gift from Allah subhanahu wa ta'ala you and me so be ready start the month of Ramadan with tawbah with repentance with sincere niya to Allah subhanahu wa ta'ala that you are determined you're gonna utilize every second for this month you're not gonna waste a second in this month without taking advantage of it with every righteous deed you could do because a day will come we all will regret a day will come a day will come a day will come this is Allah subhanahu wa ta'ala ibn Aslis الحمد لله تحرص على صلاة التراويح فتلك القيام واحرص أن تبدأ مع الإمام ولا تنتقى المسجد حتى ينهي الإمام وأن أقارى الإمام لا تتذمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قارع الإمام حتى ينصر كتب له قيام ليلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم من قارع مع إمامي حتى ينصر كتب له قيام ليلة سوذو صلاة التراويح this is the قيام قيام أخوتي في الله in general outside the Ramadan is the most rewarding salah after the obligatory salah think of it in Ramadan way more rewarded make sure you be in تراويح every day this is the قيام رسول صلى الله عليه وسلم mentioned the حديث start with the إمام and finish with the إمام رسول صلى الله عليه وسلم mentioned in the hadith said whoever start with the إمام from the beginning till the end الله will reward him as he made قيام all night long in Ramadan so let's think about this أخوتي في الله don't stand out there you talk after صلاة التراويح there's no harm after that but take advantage of أخوتي في الله and even الأخوة الذين يقطعوا الصلاة قبل الوتر دم يكملوا الصلاة قيام الليل هذا أمر جيد لكن صلي الوتر مع الإمام وأن شئت فصلي قيام ليل أن شئت تزييف على القيام فقم الليل لكن لا تصلي الوترين في الليل some brothers and sisters they leave after they ate ركعة so they don't pray with the إمام you missed the opportunity to make قيام from the beginning to the end make the water if you want to have more ركعة toward the end of the night and the last day of the night you can you can but do not make two water in one night but don't lose the opportunity to stand with the إمام to the end السلف الصالح أخوتي في الله كان يحتمدون على الوصي بالقيام من طول القيام ولا يتركون إلا عند الفجر مقدار خمسين آية قليلا من الوقت even the صلاة روح in an hour or more but think about the early generation of Islam صحابة تابعين التابعيت تابعين and others they used to stand in قيام all night long they couldn't even stand at their own they had to reduce their claims or like a staff or stick there to help them there stand because that قيام is so long told me they didn't work what about your days off سبحان الله so under قيام cannot be compared من الأمال الصالحة في رمضان أخوة لله الصدقة الصدقة من أفضل ما يفعله الإنسان في رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كريم جوانا وكان أكرم ما يكون في رمضان فكان كالريح المرسل كما وصف عليه الصلاة والسلام one of the greatest deeds in رمضان there's things you could do صدقة charity give doesn't have to be thousands doesn't have to be millions even about ten thousand whatever you give do not lose a day without giving something رسول صلى الله عليه وسلم was the most generous person better Ramadan more generous من الصدقة اطعام الطعام أخوتي في الله اطعام الطعام تفطير الصائمين والصائمين لم يذكر غنيا فقير قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائم كان له مثل أجره غير أنه لا يقص من أجر صائم شيئا أو لا يقص من أجر صائم شيئا one of the great things also we could do sponsor افطار invite people to iftar or send food to the poor the need there's many organizations they organize food for the people overseas and here it's fine but every single day they make it all about food the thing is رسول صلى الله عليه وسلم said provide an iftar for the fasting person you get as much as reward as he does imagine you fast you get the full reward for fasting and you get his reward without the christian his reward of course as رسول صلى الله عليه وسلم mentioned من الخيرات والأعمال صالحة قراءة القرآن من أعظم القرابات إلى الله سبحانه وتعالى فأكثر منه بتدبر وخشوع وقال عثمان رضي الله عنهم وأرضاه قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم and also the quran and also the quran you cite as much as you can from the quran الخوتي في الله every number you cite the quran 10 حسن and Ramadan multiply by 70 or more Allah knows best عمره في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن if the righteous need you could do عمره الرمضان أخوتي بالله الدعاء قال ربكم ادعوني فإني قريب أجيب دعوة البعيدة دعاء ثلاثة دعوتهم لا ترد منها الصائم فالدعاء هو العبادة and also on the righteous need to make dua even ask Allah subhanahu wa ta'ala because you put yourself in your place as a slave to Allah subhanahu wa ta'ala Allah loves when you ask him and doesn't like when you didn't ask him if you need for Allah then ask if you need Allah then ask this is the case we need for Allah with every breath we take واكثر الاستغفار وخاصة فالثلث الأخير واستغفر ربكم إنه كان غفارا يقول ابن كثير رحمه الله قال من اتصف بصفة الاستغفار قال يسر الله عليه رزقه الرزق سهل وسهل عليه أمرا وحفظ عليه شأنه وقوته and also do استغفار ask Allah for forgiveness استغفر الله وأتوق عليه as much as you can as you have heard many times the Prophet himself used to ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness imagine how much we are in need for this ابن كثير رحمه الله one of the great scholars in Islam said the one who makes sigfar more frequently Allah will make the provision comes to him easy and all his affairs will be easy and he said and he said Allah will protect him in all his affairs and all his affairs and all his affairs and all his affairs to make a rightful life to make a rightful life and all his affairs to make a rightful life مع كل هذه المضاعف من الحسنات وهذه الأعمال الخيرية التي لها من الأجر ما الله به عليم لا يغفر لهم خسر وخاف قال النبي صلى الله عليه وسلم أمن الجبري والنبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث صيء عن النبي صلى الله عليه وسلم for all this there's a great hadith a scary hadith make us like you know want to do more he was a climbing up remember he said Ameen صلى الله عليه وسلم then second time he said Ameen then third time he said Ameen three times then the sahaba after he came back said Ya Rasulullah you said Ameen three times why? he mentioned three things one of them he said when my name is mentioned he doesn't say Allahumma salli wa sallim and the second one he said when one of your parents or both of them both of them or one of them reach old age and they were not a reason for you to enter Jannah because you take care of your parents and the last one he said what a loser what a loser so he said at the first time he said what a loser the one who say my name and my name is mentioned and does not make salat upon me and what a loser he said they must stick his nose in the dust what a loss what a loser the one whose parents reach old age and they need for him and they were not he did not help so there were not a reason for him to enter Jannah he did not utilize take advantage of the opportunity that's his parents who need for help and he did not help and the last one say the world of the loser the one who witnessed the month for Ramadan and he does not get the forgiveness from Allah Allahumma aghfir lina wa rahamna Allahumma afu anna wa afu anna wa afu anna Allahumma dait anna fi Ramadan Allahumma anna fihe ala assiyan wa alqiyam Allahumma Anthony Allahumma anna fi реаб Ha' planet moronma'fi yang we cham Lord diasan wa ark jam Allahumma ya run Allahumma anna wa afu anna wa afu anna wa afu della What a mad fifu anna wa afu 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 now Allahumma afu anna wa entna anna al-and-led wa afu anna wa afu wa wealth اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اصلح ابنانا وابنان المسلمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا واحفظنا بين يدينا وخلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقل الصلاة